وكان لحسن البنة نشاط سياسي فقد ترشح في انتخابات النواب ثم ترك ذلك وكان حريصا على تنظيم الكتائب للإخوان المسلمين وكانت له علاقات مشبوهة بدول الاستعمار ولا زال الإخوان يربطون العلاقات الوثيقة بدول الكفر ويهاجمونها في العلن مثل الصوفية تماما الصوفية الآن يسعون إلى إقامة التعاون الوثيق مع الدول غير الإسلامية بزعمهم لنشر الدين الوسطي ومحاربة التطرف طبعا مباشرة تعرفون ماذا يقصدون به؟ التطرف وهم الآن يفخرون بأنهم ذهبوا إلى أمريكا مع الجفري في وث فكانوا في الصف الأول في مجلس الكونغريس وكانوا في الصف الأول في وزارة الخارجية وأنهم اتفقوا على التعاون لمحاربة التطرف وأن الصوفية هي الدين الوسطي وهكذا في الحقيقة كل من انحرفوا عن منهج السلف هم يرتمون في أحضان أعداء المسلمين حتى لو صرحوا في العلن بالعداوة فكان البناء يقابل مناديب من السفارات كالمندوب من السفارة البريطانية الذي التقى حسن البناء ثم أعلن أن الإخوان المسلمين ينبغي تقديرهم وأن صورة الإخوان المسلمين يعني تغيرت في ذهنه بعد هذا اللقاء شكرا